بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم بشخباركم ان شاء الله الكل بخارج عناكم وبحلقة جديدة عن بوب جي موبايل اليوم اصدقائي اشرح لكم مهمات الاسبوع الرابع من الموسم السادس او السيزون السادس اللي هو اي ستة فقبل ما نبدأ المقطع يا شباب اتمنى معكم اتخلوا لايك للمقطع والمام يشترك بالقناة يشترك ويفعل زر الاشعارات فما اطول عليكم بالمقدمة قلوكم مع المقطع اوكي اصدقائي طبعا بالنسبة لمسابقة الشعبية فاز عندي هذا الشخص راح تطلع البروفايل مانت راح يطلع على الشاشة مثل ما تشوفون يا اصدقائي هذا هو الشخص فاز بالاسبوع الماضي فليحب يشارك مسابقة الشعبية هذا الاي دي شعبية على هذا الاي دي المظاهر امامكم على الشاشة اللي هو خمسة واحد سبعة خمسة ثانين ثمانية اربعة ثلاثة سبعة بالنسبة للشخص ان شاء الله راح نزل صور بالمنتدى اشحله وتوصل للجائزة ان شاء الله اذا حبيتوا تشاركونوا مسابقة الشعبية الاي دي راح يكون على الشاشة وايضا راح يكونوا باول تعليق مثبت فما طول عليكم يا اصدقائي الروع المهام وبعدها الروع الاربي وبعدها الروع المهام ومثل ما تشوفون يا اصدقائي مهمات الاسبوع الرابع اول مهمة من مهمات الاسبوع الرابع يا صديقي يقول لك التقط معادل خلال خمسة من المباريات في الوضع الكلاسيكي هنا انا طالب من عندنا معادل ما طالب من عندنا بالتحديد معادل اي ار معادل سنايبر فانت بالقيم راح تقدر تختار او تقدر تاخذ اكثر من معادل بقيم واحد بالتالي خمسة معادل راح تكمل وياكم هذا المهمة ان شاء الله وبالتالي ايضا المعادل راح يطلع لكم بوسط الشاشة المهمة اللي بعدها يا صديقي يقول لك استبعد واحد من الاداء خلال ستونة من الثواني من الهبوط في الوضع الكلاسيكي مطلوبنا عندك اول ما تنزل من الطيارة بالمضاء الاول ما تنزل يعني دقيقة واحدة لازم تقتل شخص واحد او تقتل عدو واحد تقدر تستوي بهذه المهمة تنزل مناطق حامية مثل ميدستن اللي هو اللي فيك او هزا تنزل بالرنجل او بالمود الجديد تنزل بهذه الاماكن موجودين ناس وتقدر تقتل شخص واحد خلال ستونة من الثواني او دقيقة واحدة المهمة اللي بعدها يا صديقي يقول لك التقط خوذة القوات الروسية المستوى ثلاثة اثنيا من المرات في الوضع الكلاسيكي مطلوب من عندك ان انت تاخذ خوذة لفل ثلاثة قيمين كل جيم تاخذ به خوذة لفل ثلاثة القيم الثانية تاخذ به خوذة لفل ثلاثة وراح تكمل وياكم هذه المهمة ان شاء الله المهمة اللي بعدها يا صديقي يقول لك قابلة للتكرار للاسبوع الرابع فقط امضي مئة من الدقائق في المباراة هنا انا من انت تلعب مباراة كلاسيكي راح نحسب عندك وقت على كل مئة من الدقائق راح ينطيك ستين نقطة اربي وتقدر تكرر هذه العملية ست مرات مثلا دخلت قيم 30 دقيقة وميتيت هنا راح يصر عندك 30 من مئة القيم الثاني دخلت للقيم 20 دقيقة وميتيت راح يصر عندك 50 من مئة ليش مناك 30 و20 وهكذا من يصر عندك 100 بالمئة راح ينطيك ستين نقطة اربي وتقدر تكرر هذه العملية ست مرات لانهنا قاتب لك صفر من ستة الحد ما تسويها ستة من ستة وعلى كل واحد من هذولي الستة راح ينطيك ستين نقطة اربي المهمة اللي بعد يا صديقي يقولك استبعد عشرة من الأعداء باستخدام البنادق الرشاشة في الرنجل في الوضع الكلاسيكي مثل ما تشوفون يا صدقائي خارطة الرنجل كلكم تعرفوها اللي هي هذه خارطة الرنجل قد نامكم هذه هي خارطة الرنجل طبعا تقتل عشر أعداء بواسطة سلاح اللي هو أسلحة البنادق الرشاشة البنادق الرشاشة اللي يقصد بها يا صديقي هي بنادق الاس ام جي اللي هي ال اوزي يوم بي فيكتور توميغان بايسون ام بي فايف كي والبي تسعين كل هذي من البنادق الرشاشة تروح بخارطة ارنقل وتقتل عشرة من الاعداء وراح تكمل وياكم هذي المهمة ان شاء الله المهمة اللي بعدي يا صديقي يقول لك احتل مركزا ضمن افضل ثلاثة من اه ثلاثة مع الاصدقاء ثلاثة من المرات في الوضع الكلاسيكي يعني تلعب ثلاثة قيام كل جيم تكون انت الاول او الثاني او الثالث تمام يعني كل جيم تكون انتم اخر ثلاثة اي اخر ثلاثة تيمات بالجيم تاخذ الاول او الثاني او الثالث ثلاث مرات وراح تكمل وياكم هذي المهمة ان شاء الله المهمة اللي بعد هي يا صديقي يقولك استبعد اللاعبين باستخدام مقلاء لعدد اثنين من المرات ضمن فريق في الوضع الكلاسيكي المقلاء اللي هي الطاوة او الطاسع احنا نسميها الطاوة ما عرفتم شنو تسموها المهمة تنوك الأعداء بأي سلاح رش بس متجد تفن شيء تفن شيء عن طريق الطعوة تفنش لعبين بالطعوة ورا تكمل وياكم هذا المهمة ان شاء الله المهمة اللي بعد يا صديقي يقول لك احصل على 50 من نقاط المساهمة اثناء فعالية معركة العشار فعالية معركة العشار مطلوب عندك 50 نقطة الفعالية ما راح تكون راح تكون بالعشيرة هنا هذه العشيرة عندنا معركة العشيرة بالاسبوع القادم ان شاء الله راح تنزلوا معركة العشار معركة العشار هنا راح تنزل عندنا يكون عندنا خيار هنا اللي هو معركة العشار لازم انت قائد تكون انت ضمن عشيرة وقائد هذه العشيرة هو مشارك فعالية معركة العشار وتلعب مباريات كلاسيكية كل ما تلعب مباريات كلاسيكية اثناء الحدث او اثناء الفعالية مالية معركة العشار راح نحسب عندك نقاط مطلوب عندك 50 نقطة وراح تكمل وياكم هذي المهمة ان شاء الله طبعا نرجع اياك ما اصدقائي نكمل المهمات المهمة اللي بعد يا صديقي يقول لك استبعد اكثر من 14 من اللاعبين في مباراة واحدة في الساحة هنا نتلعب مباراة الفرق الملويتة او المستودع ويجيب 15 ركل جيم واحد وراح تكمل وياكم هذه المهمة ان شاء الله المهمة اللي بعد يا صديقي يقول لك للاسبوع الرابع فقط سجل الدخول لللعبة في ثلاثة من الايام اجمالا اجمالا اللي هو مطلوب من عندك فقط بالاسبوع الرابع حاليا المهمات يعني الناس اللي مشى احنا واللي معجموا البطاقة نزلوا عدم من الاسبوع الثالث احنا نزل عندنا الاسبوع الرابع فهذه المهمة ما رح نقدر نسويها بوقت نزول هذا الفيديو رح نقدر نسويها بالاسبوع القادم ان شاء الله مثلا تدخل الى اللعبة فقط مثلا لسبة واحد وثنين ثلاثة اربعة وخميس المهمة ثلاث ايام بالاسبوع تدخل للعبة ورا تكمل وياكم هذه المهمة ان شاء الله المهمة اللي بعد يا صديقي يقول لك استبعد واحد من الاعداء باستخدام مسدس في اي وضع مدام هو طلب من عدنا باي وضع وايضا عدنا مهمة بتدريب الساحة ومباراة الفرق المميتة تروح هنا على الساحة وبعدها تروح على العتاد هنا جهز مسدس مثل ما انا جهز مسدس تقط العدو واحد وراح تكمل وياكم هذا المهمة ان شاء الله المهمة اللي بعد يا صديقي ننزل عن المهمات المهمة اللي بعد يا صديقي نقولك امنح او اعد اهداء بي بي لثلاثة من الاصدقاء المختلفين هنا لازم تنطي البي بي اللي هي العملة الذهبية مثلا هنا عندنا الاصدقاء على كل واحد تروح تضغط هنا تنطي هنا شوفوا هنا ما يصل لان اه انطيتهم يعني بعد ساعة ثلاثة الفجر تم ارسال هذا البي بي موجودة هاي هنا ايضا موجودة وهنا ايضا موجودة وهنا فانت ايش تسوي اما موجودة اوكي هنا نهمية موجودة انطينا ثلاثة اصدقاء المفروض المهمة عندنا كملة بقى يقول لك لقد ارسلت اليوم اقصى عدد من الهدايا بعد ما قدر ارسل بس يمكن اتوقع المهمة عندنا كملت لا بقينا واحد تمام بكرة نسوي واحد ان شاء الله فبهذا طريقة تسوي هذي المهمة بكل سهولة المهمة الاخيرة ويانا يا صديقي يقول لك دمر اثنين من اطارات المركبة في الوضع الكلاسيك اطارات المركبة اللي يقصد بها اطارات السيارة احنا نسميها تائرات ما عرفتم شون نسموها اكونا نسميها تائرات اكونا نسميها اطارات كل دولة ولها لغة او لها كلمات اه مختلفة احنا بالنسبة انها نسميها تائرات فات هنا انا السيارة تضرب على تائرات مالتها وعلي اطارات مالتها تضرب على تائرين وراح تكمل وياكم هذي المهمة ان شاء الله هذه هي مهمات الاسبوع الرابع اذا كان عندك اي سؤال او اي استفسار اكتب لي اياه بالتعليقات طبعا عندنا بالباكيجات تنزل عندنا اللي هو ليون مثل ما تشوفون الرفيق ليون نزل عندنا طبعا نزل عندنا بتاريخ تسعة وعشرين ثلاثة وينتهي بتاريخ اطناعش خمسة تقريبا راح يبقى عندنا اكثر من شهر طبعا هنا هنا عندنا العملة تقدر تجمحها مثلا عندك هسان عندي خمسة تمام مال الرفقاء القديمين هنا تقدر حتى لو تاخذ بس العمل ومنزل الرفيق جديد يعني مثلا تقدر تحتفظ هذا العمل بالمخزون تمام وتقدر ايضا تفتعل يعني اذا انت ردت هذا الليون او ردت هذا الرفيق الهو رفيق الاسد تقدر تفتعلي وتاخذ الرفيق اما اذا ما عجبك هذا الرفيق تقدر تفتح بس شنو اصنا مثلا نفتاح جمع عملات للرفقاء الجدد تمام رفقاء الجدد من يجيك رفيق انت هذه العملات عندك مثل ما تشوفون طلعت العمل ليس صار عندي ستة في حال انتهت هذه العجلة اللي هي تنتيه بتاريخ اطناعش خمسة من تنتي هذه هذا العجلة هذا العمل الستة ما راح تروح راح تبقى عندك وتقدر تجمحة فخلي نجربوا ياكم نفتح مثلا عشرة ممكن نحصل شي نقول بسم الله عملة شعبية عملة عملة كافي كافي عمر رحم الوالديك اوكي يا ربي طلعنا شي اخر واحدة اوكي كلهم عمل يا الهي نفتح مرة واحدة هيكي نفتح اخر مرة يارب قل بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله طلعنا شي حلو اوكي عملة عملة اعبر هالعملة ما ريده اعبر شعبية ليش هنا يوقف اخر شي اعبر هادي بس اعبر هادي اعبر شعبية خوذة حلوة الخوذة اوكي حصلنا على الخوذة اوكي طبعا هذي الرفيق اللي هو الليون طبعا شكله حلو الصراحة هذا هو الرفيق طبعا ومثل ما قلت لكم يا اصدقائي مسابقة الشعبية مستمرة والا اي دي موجود باول تعليق مثبت اللي هو خمسة واحد سبعة خمسة اثنية ثمانية اربعة ثلاثة سبعة فاللي هنا يا اصدقائي وصلنا النات المقطع لا تنسونا من اللايك وسبسكرايب وشاركة المقطع اصدقائكم وبس اشوفكم خير اشتركوا في القناة